بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب ان شاء الله النهاردة هبدأ اعلمكم حاجة بسيطة جدا في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل سرش عن موضوع معين في البحث العلمي طبعا في ناس في الاول بتدخل على جوجل يعني انا مثلا عايز اشتغل على اجيب ابحاث عن السولر او عايز اجيب ابحاث عن الويند او عن الرينيو والانيرجي بصفة عامة فانا عايز مثلا ابحاث معمولة بالهومر فبكتب هومر ده البرنامج اللي احنا بنستخدمه في عمل المحاكاة هومر مثلا برو واتب معاها بي دي اف حط جنب السيرش كده بي دي اف بحيث يبقى انا عايز الحاجات البي دي اف بس طبعا زي ما انتم شايفين بيظهر عندي حاجات كثيرة جدا من خاصة بالموضوع اللي انا ببحث عنه لو انت بصيت هنا ستجد صفحات كثير ظاهرة عندك مش مجرد الصفحة الاولين اللي بتظهر بعد كده اروح داخل على الملف اللي جابه لي المفروض ملف بي دي اف اللي انا دغطي عليه مباشرة شوف كده هنا بص عمل داونلود او بيعمل داونلود هومر هيلب مانيول انا مثلا بحمل الهومر هيلب مانيول جاب لي الهيلب مانيول الخاص بالهومر نزل الملف عندي بي دي اف ابدأ خلاص افتح الملف الخاص بالهومر وابدأ اشتغل عليه وابدأ بقى ايه اشوف ايه الداتة اللي موجودة في الملف هل دا هو اللي انا عايزه ولا لا في اسلوب تاني بسيط في حاجة اسمها ايه جوجل جوجل سكولر لو انت كتبت سكولر تمام سكولر سيطلعك على جوجل سكولر اهو اظهر لي فيه سيرش جوجل سكولر طبعا جوجل سكولر دا لو انت شايف هنا في الشرحة في اليسار دا عبارة عن جزء متخصص في جوجل على اساس ان انت تستخدمه في البحث العلمي يبقى دا اسمه بالعربي جوجل سكولر اللي هو الباحث العلمي الخاص بمين؟ الخاص بجوجل طبعا دا هو محرك خاص بالمؤلفات العلمية والاكاديمية انت لو انت عايز تبدأ تبحث عن اشياء علمية واكاديمية لازم تبدأ تستخدم جوجل سكولر كان ينفع طبعا ان انت تستخدم جوجل عادي تبدأ تعمل سيرش عن الحاجة اللي انت عايزها بس هنا في الجوجل سكولر اللي هو بيسموه الباحث العلمي متخصص في عمليات البحث ويطلع لك ان شاء الله نتائج بحث افضل من اللي هتعمل بها سيرش على جوجل بصفة عنه لو انت بسيط هذه الموقع اللي احنا عايزين نشتغل عليه اسمه جوجل سكولر او الباحث العلمي طبعا بتبدأ تشوف المقال اللي انت عايز تشتغل عليه مثلا عايز اشتغل على السولر السولر ديزاين اضغط انتر هايجيبلي هنا الابحاث الخاصة بكلمة سولر ديزاين بدخل عليها بدخلني على السايت اللي انا بدأ احمل منه الفايل بتاعي او الPDF اللي انا عايزه اشوف طبعا في الاول عنوان او بقرأ كده العنوان Optimization of Passive Solar Design Strategies الاستراتيجيات الخاصة بالتصميم في السولر طبعا هنا الجورنال الخاص بالنشر بتاع المقال ده او البيبر دي من اهم الحاجات اللي هندبقى ندخل عليها ان شاء الله في الريسيرش بيجيب لك هنا export و share وفيه عندي هنا download PDF انا بختار download PDF بقول له download this article يبدأ هنا لو انت بصيت بيجيب لي الصفحة خاصة بالdownload اقدر برضو اشوف outlines قبل احمل outlines الموضوع اقدر اشوف citation اقدر اشوف figures بيظهر هنا وفي اليمين لو انت شايف هنا outline الشغل بتاعي في البيبر الموضوع 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 بعد ما انا شفت الكلام ده اقدر اعمل print مباشرة print او اقدر اعمل download PDF اختار download PDF لو انت بصيت هنا اهو نزل عندي من البي دي اف اللي انا عايزه اللي هو الخاص بالoptimization of passive solar design strategy the review طبعا انه ينزل بارقام كده هتلاقي رقم البيبر او الاصدار بتاعها انت بتدخل على البيبر تتأكد بس ان البيبر دي هي اللي انت محتاجها اهو ادي البيبر بتاعتي اللي هي بعنوان optimization of passive solar design strategy تمام زي ما انا شفناها هي دي البيبر هتبص على البيبر منشورة في الجورنال اللي هو renewable and sustainable energy review لو انت بسيت هنا تتحول المؤشر لرمز ايد تمام تقدر يدخلك على السايت بتاع النشر مباشرة تمام اهو في الجورنال كان رقمها من 177 لحد 196 تقريبا البيبر كانت مكتوب هناك في search تقريبا 20 ورقة لو انت بصيت وانت بتعمل search هتلاقي كاتب لك عدد الاوراق اللي موجودة في هذا البحث وهنا برضو موجود اهو اني انا عندي البيكس نمبر اللي هي موجودة في الجورنال بتاعي ارقمها من 177 الى 196 اتنشر في ستمبر 2013 و الاسدار او اصدار 25 كما قلنا انت لو دخلت هنا download download bdf هتلاقي جاب لك البيبر لو انت مركز كده معي هو واحد من صفحة واحد من 20 يعني البيبر انت برضو في الاول تاخد بالك كيف نعمل القصة كما قلنا تقدر تعمل print تقدر تعمل download البيبر تقدر بسرعة تشوف الفيجرز اللي موجودة تاخد تقدر برضو تتصفح البيبر لو انت عايز تتصفح البيبر انا ببص كده في البيبر بصفة عامة هذه الفيجرز اللي كانت طالعة تمام عندي موجودة هنا تمام اللي كان فاصلها البيبر ببص في البيبر بشوف الكنتينت بتاعها تمام طبعا في الاخر بيبقى ذكر لي الريفرنس اللي اخد منها الحاجات ستنابل انرجي ريديوز اللي هو العنوان ده ده الموقع بتاعهم وهذه اسم جورنال منشورة على الجورنال هوم بيج على السفير تمام وهذه عنوان البيبر هنبدأ نشوف اي بيبر بيبقى موجود فيها ابستراكت بيبقى موجود فيها الكنتينت بتاع البيبر انترودكشن بتكلم عن الموضوع بصفة عامة اختصارات للكلمات الموجودة المعادلات بعد كده بيدخل فيه البيبر البيبر اللي انت عايز تشتغل عليها ده كان فيديو بسيط كده بيعرفني ازاي اقدر اتخدم عملية سيرج في اني اوصل لبحث انا عايزه زي ما قلنا ممكن تدخل باستخدام جوجل عادي وبتكتب اسم البحث اللي انت عايز تشتغل فيه او النقطة اللي انت عايز تعمل عنها سيرج او النهاردة بعلمك الباحث العلمي انا مهم جدا بالنسبة لي ابدأ اشتغل عليه تعال نشوف مثال تاني انا عايز اجيب مثلا بيبر حد اعمل ديزاين لسولر سيستم مثلا ببرنامج الهومر اكتب هومر كده او اكتب هومر .pdf او هومر برو حسب البرنامج ممكن استخدم واحد عايز يعمل هومر تمام اكتب كده بلاس مثلا ايجيبت عايز حد يكون حاطط بحث علمي تكلم عن بحث مثلا معمول بالهومر في مصر او في السعودية او اللي انا عايز ابحث عنه براحتي بيدخلني طبعا على السيط اللي موجود في البحث تمام بتاعي اللي معمول بالهومر ممكن ده ما يكونش الشغل بتاعي هذا الشغل مش بتاعنا خلاص يبقى ازود في الكلمات البحثية انا عايز استخدم هومر مثلا Solar 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 بلاس ايجيبت هم يبدأ 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 كده دخلني بالفعل ممكن تبقى الكلمات البحثية اللي انت بتدور عليها مش هي اللي بتوصلك فانت طبعا هنعمل ان شاء الله فيديو عن الكلمات البحثية هو نزل الفيديو نزل قصدي المقالة مباشرة من الانريل اللي هي الانراجي الانراجي تتكلم على برنامج الهومر طبعا انا بفتح معاك يعني بعمل سيرش لأي حاجة بتيجي في دماغي تمام على اساس اعلمك في الفيديو ازاي تستخدم الجوجل اسكولر طبعا ده الشغل بتاعنا بالهومر في Solar System بنعمل الموديول وهذه الانراجي والباتاريز والكونفيرتر وهكذا احنا شوفنا ازاي بنعمل بحث يبقى هو ممكن يدخلني مباشرة احمل البيدي اف او الموضوع او ممكن يدخلني على الموقع مثلا زي ما شوفنا السفير او دخلني على IEEE مثلا دلوقتي فتحنا اهو لانا يدخلني على IEEE تمام وجاب لي موضوع اسمه اطلق ضغط ادخل ونمتغل احملتك مباشرة كان العنوان بتاعي Optimization and Economic Evaluation of Small Scale وقم بحبات سولر وويند ويتم واخد قراءات استخدم برنامج الهومر واخد قراءات لأعمال في مصر أنت تعلمت تحمل بيبر طريق ربما تكون منظم معي في الحلقات بإذن الله هتبدأ في الجهاز هدخل على ديسكتوب هدخل على ديسكتوب هدخل على فولدر هسميه مثلا هدخل على نيو فولدر هسميه مثلا سيرش او هسميه سولر دخلت كده فولدر مثلا اسمهama هدخل على الحنين هدخل على البيبر هدخل على أرقام سوف ادخل البيبر على سطح المكتب سوف ادخل البيبر سوف ادخل البيبر على سطح المكتب لرениم سوف نضع البيبر لكي نبتكر افتكرت البيبر وسميتها بعمل لها رين ام المفروض طبعا هو غير الامتداد امتلك او غير الامتداد اصدقى الامتداد او غير الامتداد نعمل بحث العلمي من خلال موقع جوجل أو بالأخص من خلال الباحث العلمي وكيف تتم العملية سوف ترى فيديوهات خاصة بالبحث العلمي وشغل الأبحاث وكيف نقرأ بحث العلمي بسرعة فيديوهات ستكون في سلسلة كاملة بإذن الله